في الضفة الغربية وتحديدا في طول كرم قصفت قوات الاحتلال مركبتين بغارتين منفصلتين مأدى الاستشهاد تسعة فلسطينيين وسط اقتحامات وحملة دهم وتخريب في المدينة ومخيمها كالعادة التفاصيل مع حافظة أبو صبرة طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع هرمز 450 نفذت غارة في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم صوب هذه المركبة التي كان يستقلها خمسة مقاومين فلسطينيين على طريق الواصل بين قريتي زيتا وعتيل إلى الشمال من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة الطواقم الطبية الفلسطينية أشارت بأن خمسة شهداء ارتقوا جراء عملية القصف التي وقعت في هذه المنطقة عرف منهم فقط الشهيد هيثم إبليدي وهو أحد قادة كتائب القسام في مدينة طول كرم فيما الجثامين الأربع المتبقية كانت متفحمة وتناثرت أشلاؤها في محيط موقع استهداف المركبة ما أدى لصعوبة حتى أن تكون قوات الاحتلال باحتجازها وهي التي داهمت المنطقة واقتحمتها وحاصرت موقع القصف بعد حصوله بعدة دقائق ولم تستطع لملمت أشلاء جثامين الشهداء الأربعة واحتجازهم طواقم الطبية وصلت إلى الموقع جمعت أشلاء جثامين الشهداء وقامت بنقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي الشهيد هيثام بليدي هو أحد قادة كتائب القسام في مدينة طول كرم وفقاً للمصادر المحلية ووفقاً لإعلان جيش الاحتلال بعد تنفيذ عملية القصف هيثام بليدي في آخر ظهور له الليلة الماضية ظهر مرتدياً الزي الذي اعتدنا رؤية المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قطاع غزة الظهور به ظهر في هذا الزي وهو يلقي خطاباً وبياناً في استقبال لأحد الأسرة داخل مخيمي طول كرم بعد ست ساعات من الغارة الأولى التي نفذتها طائرات إسرائيلية مسيرة إلى الشمال من مدينة طول كرم وأدت لارتقاء خمسة شهداء الاحتلال أعلن منذ قليل عن تنفيذ غارة ثانية هذه المرة إلى الشرق من مدينة طول كرم في هذا الموقع الذي نقف فيه بين بلدة بلعة ومنطقة ضحية كتابة داخل المدينة من الجهة الشرقية على امتداد هذا الطريق الترابي الاحتلال يتواجد الآن بعدد من الجبات العسكرية يقول بأنه هناك استهدف عبر صاروخ من طائرة مسيرة مجموعة من المسلحين الفلسطينيين هذا الحدث الذي يأتي في خضم استمرار عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في مخيم طول كرم على وقع تجريف للبنية التحتية في داخل المخيم ومداهمات للمنازل سيمة في الجزء الجنوبي منه وهذا على وقع إطلاق رصاص بشكل مكثف من جنود الاحتلال على امتداد الشارع الرئيسي من مخيم طول كرم